احتفلت رعية القديس يوحنى دولاسال مع الراهبات الكمبونيات المرسلات في الأردن بالعيد الرابع عشر لإعلان قداسة مؤسس الرهبنة الكمبونية دانيال كومبوني إلى المزيد ترأى سكاهن رعية القديس يوحنى دولاسال الأب عصام الزعمط بحضور الدكتور بسام شحاتيت النائب الأسقفي للروم الملكيين الكاثوليك وعدد من الراهبات الكمبونيات المرسلات في الأردن قداسا احتفاليا بمناسبة الذكر الرابعة عشر لإعلان البابا يوحنى بورس الثاني قداسة مؤسس الرهبنة الكمبونية دانيال كومبوني الذي كرس حياته في السودان وأفريقيا للعمل الرسولي وخدمة الفقراء ومساعدة المحتاجين حتى وفاته عام 1881 فهذا مخطط الله في خلاص جميع البشر من أشرار وصالحين وهذه العبارة أشرار وصالحين تدل على الخيار المجان الذي به يدل الله على رحمته ومحبته لجميع البشر إنه يبرز سخاء الله وبره وتأكيدا مطلقا لمجانية عطائه هكذا يسوع يكشف عن حب الله للصغار والخطأ وتنديد الله بالذين رفضوا الدعوة أو نداء الإنجيل فاستبعدوا نفوسهم من عيد الملاكوت الذي ذشنه يسوع بمجيئه إلى هذا العالم كما شارك في القداس كل من الأب عدنان بدر والأب مودي هنديلة والشماس الإنجيلي يوسف التال وعدد من الإخوة في رهبانة الفرير وحشد من أبناء الرعية والرئيسة الإقليمية للرهبانة الكمبونية في الشرق الأوسط الأخت إليسيا فكس التي أثنت بدورها على جميع من شارك بهذا القداس وساهم بإنجاحه كما شكرت فضائية النورسات على رسالتها الروحية في نشر الكلمة من أجل الجماعات البشرية المهملة والأكثر فكرا ومن أجل ضحايا العنف والظلم لكي يجدوا رجاء الحياة في يسوع الروع الصالح والدعم في تضامن الإخوة معهم إلى الرب نطلب ويعتبر القديس دانيال كنبوني الذي شغل في حياته منصب النائب الرسولي في السودان أول من أرسى أسس روحانية الرهبانة في أفريقيا حيث انتشرت من هناك إلى كل أنحاء العالم حتى وصلت أعدادها اليوم إلى 162 جماعة فالدعم في أفريقيا اشتركوا في القناة